الحدوثة المتعلقة بالفيديو الشهير اللي أصبح منتشر جداً وهو متعلق بسيدة الفاضلة ربنا يا رب يديها الصحة ويوشفيها ويعافيها اللي راحت علشان تاخد جرعة العلاج الكيماوي بتاعها للأسف لم تتلقى هذه الجرعة وطبقاً لسيدة الفاضلة قالت وهتشوفوا الفيديو بالمناسبة قالت والله أنا ما رفضوا يدولي الجرعة في المستشفى لي يا فندم علشان خاطر أنا فتحت الباب على الطبيبة المسؤولة فقالت طبيب ما فيش جرعة زي ما بقولك كده هو في عندنا هنا روايتين وهنسمع الروايتين أنا عايزة استأذن حضراتكم قبل أي حاجة احنا هنشوف الفيديو وبعدين هنرجع نكمل الكلام جرعة سوين يا موم لو سمحتي يعني إيه ما فيش جرعة بعد إذنك يعني إذنك ليه ليه معلش هي تعبانة وبتلف من بدل مش هيعلي زودها بتكلمك لا هي تعبانة لو سمحتي أنا بكلمك أنا مش عادة تكلمك يعني إيه تمناع علاج كيميائي عن واحدة مريضة اه اشتكيني اشتكيني اه اه اشتكيني حاضر انا هشتكيني اشتكيني اشتكيني بش جرعة النقوة طيب زي ما اوضح في الفيديو في الغالب انه دي بنت مدام هوداء غالبا على حسب ما انا يعني قدرت ان انا استشف ليس الا يعني وبتتناقش بمنتهى الهدوء دي مريضة لازم تاخد الجرعة يعني إيه تمناع الجرعة فالدكتورة ثابتها ومشيت وقالت لها اشتكيني ورحت دخلة مكتبها وقفلت وراها الباب